تطبقاتها التربوية فلنرحب به سلام عليكم دكتور حياك الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لنعودة مباشرة مشاهدين كرام بعد هذا الفاصل لمتابعة هذه الحلقة الخاصة على تنمية صناعة القرار وتأثيرها على شخصية أبنائنا إن شاء الله أهلا بحضرتكم من جديد مشاهدين كرامين لهذه الحلقة من برنامج موسوعة الأسرة أتابع الحوار مع ضيفي الكريم دكتور إبراهيم دكتور إبراهيم اتخاذ القرار أكيد صناعة يفترض أن يركز عليها الأباء مع أبنائهم إذا قلنا نحن نريد أن ننمي صناعة اتخاذ القرار لأبنائنا من أي سن نبدأ بتحفيز مع اتخاذ القرارات وكيف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أنا حقيقة لا أحب سؤال من أي سن لأنني أعتقد القضية مرتبطة بالاتجاه النفسي للوالد والمربي والعزيمة التي لديه يعني كما قلت هي صناعة عندما يكون الصانع مسرا على ما يريد فإن المصنوع سيستجيب بأمر الله لذلك قبل أن نتكلم عن السن بودنا أن نتكلم عن الإرادة عن إرادة الوالدين في أنهما يصنعان بأمر الله وإذنه فردا قادرا على حمل الأمانة لن يصنع فرد قادر على حمل الأمانة إلا من وصل مفهوم الأمانة لهذا الفرد بنجاح يكون تشربها ووصلها هناك ناس بالتوفيق تصل إليها كإبراهيم عليه السلام يعني بدون أب وصل لكن هذا استثناء الله عز وجل يختار من عبادهم ما يشاء الأصل في الأشياء الأصل في التربية أن نحن نورث أبنائنا ما نريد من مفاهيم ومن اتجاهات ومن مهارات هذه هي البيئة طبعا المحيطة بالطفل نحن يعني البيئة تمام نحن مفترضين أن الولد يولد الإنسان يولد والله قد زوده بالقدرة على أن يفكر وأن يختار بين البدائل وأن يعرف الحق من الباطل وأن يختار النجدين نعم إما شاكرا وإما كفورا هذه موجودة ضمن بيئتنا نحن الأوادم البشر نعم الملائكة ليس لديهم هذه القدرة الملائكة الله عز وجل خلقهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون مسيرين على وكذلك الحيوانات وكذلك السماوات والجبال الله سبحانه وتعالى يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنا وأشفقنا منها ويحملها الإنسان نعم إنه كان ظلوما جهولا نعم يحسن الظن في نفسه وينسى ويجهل فنحن مولدون وعندنا قابلية للخير وقابلية للشر واضح لما نولد لأبوين أو لما يكون الوالد والوالدة قد ناويا منذ الزواج بل حتى في تطبيق اشتراطات الزواج نعم حرس كل منهما على أن يختار لقرين أو زوج يعينه على هذه المهمة وهي أنه ينشي أبناء قادرين على صناعة القرار يبرؤون هم أثنين يبرؤان أثنينهم عند الله عز وجل إذا ما سئله أن نشأت عدلين أو لا نشأت أولاد صالحين أو لا سيقوله يا ربي بذلنا الوسع نعم لما الإنسان يحرص على زوجه والزوجة تحرص على أن يكون زوجها من هذا النوع المعين أنا أقول لك هناك هذه ضمانة كبيرة لأن يخرج الأولاد جادون في الحياة وملتزمون باتخاذ القرار ومدربون عليه نعم لكن عندما يكون الزواج آخر ما يفكر فيه هو معنى الحياة أو الجدية في حمل الأمانة يعني الزواج يعني كأنما الهدف منه هو التناسل نعم والله وأسمنا تزوجنا يعني فعلنا ما فعله آباؤنا نعم هنا قد يتلكأ تتلكأ مهارة اتخاذ القرار عند الأبناء والحقيقة تفسد عدة ممارسات والدية يعني ممارسات يقوم بها الوالدين أو يقوم بها الوالدان تفسد مهارة اتخاذ القرار وتعطلها نعم نعم نتكلم في المفسدات إذا حبيت يبعد شوية نعم نتكلم في المفسدات لكن قبل أن نتكلم في المفسدات أريد أن نعرف إلى أي مدى الأسلوب أو الطريقة أو المشاركة الفعالة للطفل في البيت تجعله إنسانا قادرا على اتخاذ القرار يعني إلى أي مدى بطريقة أخرى البيئة تؤثر بيئة أبويه طبعا تحديدا لأن حضرتك ركزت الآن على الوالدين إلى أي مدى ممكن أن تؤثر بالسلب أو بالإيجابة شوف يستي البيئة تعطي مؤشيرات مبكرة على أهمية هذا المخلوق نعم منذ الميلاد منذ لحظة الميلاد هناك أم عندما يجلب لها الصغير تنظر إليه على أنه مخلوق خارجي ويعني شفقت الأم وحنان الأم ولكن سرعان ما تتلقفه منها أيدي شوفي مين الخانمات الحانيات شوفي مين شوفي مين أنا مش عايز أفصل شوفي مين نعم فيبدأ تشوف الطفل هذا لمعمن وتشوف يكون مهيئ لها ومجهز له وهناك أم منذ اللحظة الأولى تذوب فيه تحبه توجه لها النظر الحانية تشعر أنه امتداد لها تريد أن توجهه وأن تقوم بأمره بنفسها تحرص أن تقنن إذا في آخرين إذا هناك آخرون يعني يقومون بأدوار تقنن أدوارهم لتقوم هي بالدور الأساسي اللي هو الدور التربوي نعم تحرص على الرضاعة الطبيعة تحرص على قربه شتان يعني بين أم تعطي الولد جهداً قليلاً ووقتاً قليلاً وأم تعطي الولد جهداً كبيراً ووقتاً طويلة نعم هناك أب يعتصر قلب الألم إذا لم يتوفر له الوقت ليجلس مع أبنائه تجد أنه عنده يعني هم وهو حسن التخطيط حسن استخلاص الوقت محاولة الجلوس مع الأولاد ليس محاولة يعني الجدية في التخطيط للجلوس مع الأولاد دائماً الوقت عنده ما يكفي وهناك أب متعة في الفرار من البيت ومن ضجيجهم ودائماً يكلوا أمرهم إلى شخص حتى يريحه يعطيهم يقول أنا ما قسر هو يعطيهم الماديات ويعطيهم ما طلبوه ولكن الأولوية أو الأهمية يعني الأمر المهم المطلوب من الوالد وهو الوقت الصافي والتوجيه الصافي والتدريب الكافي على اتخاذ القرار تجد أنه متأخر لديه فمرة أخرى نقول أن البيئة عندما تكون بيئة حافزة وبيئة مهتمة وبيئة حانية وبيئة مغذية فإن الطفل سينشأ فيها وهو مهيئ لأن يكون مسؤول والبيئة عندما تكون بيئة منسحبة وبيئة تكتفي بالرعاية دون التربية والرعاية هي يشتبه فيها الإنسان والحيوانات والبيتس الحيوانات الأليفة حيوانات الأليفة توكل وتشرب وتلعب وإنما التربية هو ما يختص ببيئة الإنسان وذلك نريد بيئة مربية وليس بيئة راعية الراعية يعني هذا انسحاب الحقيقة من المهمة الأساسية التي هي أن نجلس ونراقب معهم كيف يسيرون وكيف يتخذون القرارات ويتحملون تبعات أفعالهم جميل نفهم من ذلك بأن البيئة هي التي لها الدور الأكبر في صناعة القرار أم لا يولد الأطفال على الفطرة أبدا أنهم يتخذون القرارات لأن بعد ساعات سبحان الله وحضرتك قلتها في أحد الحلقات دكتور إبراهيم قلت بأن هناك أطفال تشعر أن ما يولدون بأنهم محترمين ولدوا وهم محترمين ولدوا وهم لديهم بالفطرة القدرة على التوقف عند أمور معينة واتخاذ قرارات معينة عند اللازم بدون ما يتعبوننا يعني أقصد من ذلك هل الفطرة لها دور في نشأة الطفل على اتخاذ أنه يتخذ قرار بدون اللجوء إلى آخرين أم فقط البيئة هي التي لها دور نحن نؤمن بالقرآن كتاب الله جل وعلا وفي القرآن الله عز وجل أخذ علينا عهد قبل أن نولد وقبل أن نتشكل وقبل أن يتزوج آباؤنا مهاتنا لأن الله عز وجل أخذ علينا ونحن في عالم الذر ونحن في ظهور آبائنا أشهدنا ألست بربكم قلنا بلى فأحنا شهدنا يعني كما يقول أحد الكبار العلماء من صالحي أمة محمد يقول أن كل علم أنت تتعلمه لما تربطه بخبرة سابقة إلا التوحيد فإنك تولد وأنت تعرفه نعم تولد وأنت تعرفه يعني أنت تعرف أن الله عز وجل واحد لذلك الكفر هو الاستثناء يعني الكفر هو الدخيل الأصل في الإنسان أنه موحد نعم الذي أقوله أن يولد الإنسان عنده إمكانات عنده إلهام ألهم الخير إمكانيات الخير وألهم إمكانيات إتباع الهواء والإنحرام نعم في الفطرة هناك طفل كل طفل حقيقة صرخة الميلاد صرخة الميلاد يعني هي لحظة الميلاد عندما يصرخ الطفل الصرخة هذه لها معنيان عند فرويد وهو قد أجاد في هذا الشرح الحقيقي سيغموند فرويد يقول أن صرخة الميلاد معناها أن الطفل يقول أنا ترى لا تتركوني فإنني مهدد بالضياع لا يحيل تلي أنا معتمد بالكلية عليكم هذا المعنى الأول المعنى الثاني انتبهوا وأفسحوا لي مكاناً فقد أقودكم في يوم من الأيام وهذا صحيح يعني القادة نعم يقودون من ولدوهم من ولدوهم ومن يعني ربوا حتى أباءهم نعم فصرخت الميلاد لها معين لا تتركوني من جهة وافسحوا لي مجالاً لأنمو كذلك ممارسات الأطفال يعني العناد خذي العناد العناد هذا مظهر مظهر صحي يبين لك أن الطفل هذا له وجهة نظر قدر أن يأخذ قرار له وجهة نظر يريد أن يناقش أو أنه عنده شدة عنده شدة في الشخصية تقتضي منك حكمة وتقتضي منك حزم وتقتضي منك شرح وتقتضي منك يعني رسم خط لبيان متى ينتهي النقاش و إذا يبدأ القرار أحيانا الأطفال يكونون أقوى من آبائهم الذين أولدوهم نعم يكونون أقوى من آبائهم الذين أولدوهم فأهني المشكلة أن الولد يفترس أهله ولذلك ممكن الولد يكون قوي جداً و يلعب في البيئة هو يتحكم في البيئة مبكراً و هذا الآن بدأ يظهر عندنا و إذا طفل أبو سنتين و نص يشكو منه أهله و الأسطيع سيطرة عليه و الأسطيع لأنه قوي جداً و تعود على كسر الهواجز و بدأ يعيف بوالديه و ببيئته فساده بسبب طفولته النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاعل إذا رأى طفلاً من هذا النوع من نوع اللي فيه عرامة العرامة اللي هي الشدة والشطانة أو الوكاحة أو الشيطانة أو العفرة كان يقول هذا قائد هذا نجيب و رد قلنا نصين أو عرامة الصبي نجابة عرامة الصبي في صغره نجابة له في كبره العرامة أو العرام فالعرامة هنا نحن نتفاعل نحن ندري أن الناس في فروق فردية عند ولادتهم و أن فيهم مادة العنفوان و فيهم مادة القوة و مادة السيطرة و مادة القيامة نعم ولكن هذا طبعاً سيصعب مهمتنا في أن ندير هذه الطاقات الكاملة هذا مطلب إضافي على الوالد عندما يكون أحد أبناء بهذه القومة جميل جداً الآن نحن عنا طفل أخذ خبرة من البيئة لحواليه خبرة أهله و خبرة تصرفات والديه في البيت قد يولد بقليل من الفطرة إذا جزر التعبير أو نسبة معينة من الفطرة لاتخاذ القرارات يعني عنا أجينا تشكلت الآن دورنا نحن في تنمية صناعة القرار لديه نحن نريد أن ندربه على صناعة القرار من الصغر لن أسألك دكتور من أي سن نبدأ لكن سوف أسألك من أين نبدأ جميل و كيف نبدأ جميل ما يستطيع؟ الإنسان يولد و عنده قابلية يتمدد مثل غاز الغاز يمكن أن يعبّل غرفة هذه كلها يعني غاز في ولاعة صغيرة قداحة أو ولاعة يمكن أن أسيبها مفتوحة نعم فبعدين في النهاية الأخ المصور يقول أشم ريحة غاز نعم نعم الله سبحانه وتعالى يقول كلا إن الإنسان لا يضغى الرأى واستغنى نعم إذا ترك الإنسان دون حواجز و دون ردع و دون ضبط فإنه سيتمدد ليصل بشهوته إلى كل محرم و إلى كل ما يشتهي نفسه فيأخذه جميل وهذه مثل ما قلنا شيء لدينا إمكانياته لأن الله عز وجل يقول و نفس و ما سواها فألهمها فجورها و تقوى و تقوى الفجور يقتضي الفجور يقتضي أن الإنسان يتمدد 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 كلا إن الإنسان لا يضغى الرأى واستغنى يضغى حتى يجد رادع النهر يعني النهر ما لم تكن أظفتان فإنه يعني سيطش و يصبح بحيرة صحيح و يصبح طيب فهنا أول ما على الأم أن تعيه أن كلمة لا كلمة لا هي كلمة ثقيلة على الأم لا يوجد أم و لا أب يرغب أن ينهى ابنه عن رغباته يريد أن نسعد الأطفال لدينا عاطفة و لدينا حنان و لكن كلمة لا لابد أن نستخدمها لأن هذا الطفل الصغير قد يتجاوز في الحقوق قد يأخذ شيء ليس له يأخذ وقتا ليس له يشتهي أمرا في وقت أو يمد يده على ما لا يعني شيء قد حددنا من قبل أنه لا يليق به أو لا يصلح له يعني أضرب مثال يعني عندما تلد الأم وتجلس فترة الشهر الأول وتستأنس بالصلاة تكون من النوع الذي يأنس بابنها تدعى دائما في حضنها دائما في حضنها دائما في حضنها شهر الشهر الثاني في حضنها هي مش واضحة يعني مش عارفة أنه كثرة جلسته في حضنها راح تعوده على أنه ململ عندما يوضع في سرير بروحه فش قاعدة تسويها قاعدة تخليه ينشأ كطفيلي على حساب راحتها تشوف الكبيرات في السن من الأمهات يقولون لها شيلي شيلي خلاص أخذ حقه روحي هي ترغب أنها تجلس أكثر لو أطالت وما استمعت لهم وأطالت من إجلاسه في حضنها نعم فإنها ستخلق مشكلة سيصبح نوم عصي لأنه تعود إلى نام في الحضن صحيح سيصبح فك نفسها عنه متعب أكثر هنا هنا هذه نقطة تدريب الطفل على اتخاذ القرار أبو شهرين نعم واضح شهرين هي تحدث نفسها هي تشد على عضد نفسها خذي القرار يا فلانة يا حبيبي ماما عايز تنام خلاص ماما أنت الحمد لله شبعان ونظيف ومريض وصاحي وكله تمام الآن سنجعله كيف راشق طبعا هو الآن مش متعود أعايز الاتاتشمنت يعني هو الطفل يحتاج الاحتضان يحتاجه وقد ما تعطيه منه ما عنده مانع لكن نحن نحتاج وقت أيضا حتى ننام فإذا ما وضعته في السرير سيبدأ بالتمل مل ربما بكبدأ بالبكاء زين؟ عليها أن تجي بكل حزم تقول لحبيبي ماما بتنام ما في شي هو بس هو خلاص ألف الحضن فتحطه وتروح تنام لو تملم اللوصة عادة بالسن هذه هو سيقبل بعد لما يشوف أنه الأم صر على موقفها هو سيقف عن التمادي لكن المشكلة أن نحن عندما عندما يبدأ الطفل بالاستسلام بالاستسلام نعم تجي الأم ما تتحمل فتتدخل للإنقاذ فيبدأ يصير عنده قوة مثال الفطام نحن دائما نقول للأم عندما تريدين أن تفطمي ابنك هي طبعا تقلل للرضعات إذا كان نفترض أن نرضعتها تقريبا سنتين نعم في أمهات الحمد الله يرضعوا سنتين نعم قرب السنتين سنتين سنتين فنقول في السنة الأولى هو أصلا تخف عدد رضعاته من 12 رضعة في البدايات إلى أن تبدأ كل ساعتين رضعة إلى أن تقل تقل تتقنن في النهاية تصير ثلاث رضعات في اليوم ثم تصير رضعة الليل على قالتهم الرئيسية نعم ثم عندما تقرر الأم أن تقطع نحن نقول اقطعي فورا ليش اقطعي فورا لأنه لو قطعت الأم سيبك الولد الليلة وليلتين وفي الثالثة يعني حينام على هم وفي الرابع حينسه صحيح لكن لو الأم صبرت أول ليلة يعني هو الآن الأمام الولد اختيارين اختيار الأول أن يقنع اختيار الثاني أن يحاول في أمه حتى يستدر عطفه نعم وهو عفريت هيشتغل على الأثنين هو مأجل موضوع الاستسلام نعم وقاعد يشتغل الآن على ورقة الضغط بكى أول ليلة أهملته بس قلبها محروق بكى ثاني ليلة ما قدرت تحمل شالته لو ذهبت وأرضعته فإن في طامه القادم سيستغرق أسبوع مه ليش؟ لأننا دائما نقول التعزيز المتقطع أقوى من التعزيز ها؟ الدائم يعني التعزيز الدائم واحد كلما فعل شيئا شجعته كلما فعل شيئا شجعته كلما فعل شيئا شجعته عندما تقطع التشجيع فإنه سيفعل هذا الشيء مرة ومرتين ثم سيكتشف أنه خلاص انقطع التعزيز أو التشجيع فسيتوقف لكن الطفل اللي كل ثلاثة أربع مرات تعطيه مرة تشجيع كل أربع خمس مرات ثلاث مرات تعطيه مرة تشجيع سيكون سلوكه أدوم إذا نحن نعرف أنه حتى نحكم حتى نحكم تعلم الطفل وحتى نحكم سلوكه أحيانا نحتاج إلى حزم أنا أشبه كلمة لا بالمقص نرى كلمة لا بالعربي بالذات الحمد لله بالإنجليزي لون غير نعم لكن بالعربي كلمة لا بالشكل هذا كأنها مقص هدفها قص ما زاد من هذا الإيقو هذه الذات الممتدة الطاغية من قص الزايد الأورام منها هناك ذوات من أطفالنا ذوات متورمة لماذا متورمة؟ لأنه يأخذ ويستخدم أساليب البكاء والحيلة والضغوط وإشعار والديه بالذنب وأحيانا التشنج وأحيانا إظهار المرض والرغبة في اللقاء ويتورط الأباء والأمهات إذا لم يستسلموا لتلك الضغوطات يتورطون بعضهم مدفوعون بالخوف من الإثم بعضهم مدفوعون بالخوف من أن يتعقد الولد وهو عارف ويتحكم فيهم لماذا؟ لأنه حقيقة يريد أن يؤجل الضغوط هو يريد حياته بلا ضغوط طفل يعني يقول لشاعرنا والنفسه كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاعي وإن تفطمه ينفطمي صحيح إيه؟ إنت ركت شب على ما يشتهي طيب كبر الطفل قليلا دكتور ونما يبدأ هنا ندخل في يمكن في دائرة أهمة جدا وهي الصراع بين رغبات الطفل وقراراته وبين سلطة الوالدين يعني قد يكون هو لديه رغبات معينة يريد أن يتخذ قرارات معينة طبعا في مرحلة الأولية لا يفرق بين القرارات الصحيحة والخاطئة وتتعارض تلك الرغبات مع سلطة الوالدين هنا كيف علينا أن نتصرف؟ سلطة الوالدين أقصد لا أولوية الوالدين هي في ضبط الرغبة البيئة مالتهم ضبط بيئتهم بحيث أنها دائما البيئة المنضبطة مريحة مريحة البيئة التي فيها نظام معلن وقيادة تمارس هذا النظام وفحص تام كل شوية دوري على مفردات هذا النظام الولد سيكون يريحنا يعني كثير من الناس يظنون أن تربية الأولاد الكثرة مزعجة هو العكس هو الولد الوحيد تربيته أصعب من ولدين صحيح والولدين تربيتهم أصعب من ثلاثة صحيح ليش؟ لأنك كلما زاد عدد المؤمنين بهذا النظام والمطبقين له والمكرسين له كلما تيسر على الطفل الجديد أن ينظر إلى نموذج عملي يطبق خلاص يطيع لكننا نقول أصعب المهام هي مهمة من لديهم ولد واحد لأن الآن هم قاعدين يفحتوا يحفروا في الصخر حتى يؤسسوا النظام فلو أن الوالدان حرصا على أنهما إذا قال شيئا ينفذان طيب الحياة ليست تعسف ودكتاتورية على الأم والأب أن يشرح للطفل ما وراء هذا النظام عن طريق الكلام المباشر بلغته البسيطة عن طريق حكايات مع قبل النوم عن طريق الأمثلة عن طريق الألعاب اللعب بحيث أنه يفهمانا أن نحن مقدمان على هذا النوع من القرارات مثلا ابني ستنام في الغرفة التي تجاورنا الآن سيكون لك سريرك الخاص وسيكون لك كذا ابني من الغد سيكون فيه نوم مبكرا شوية لأنه في حظانة غدا ابني الحظانة هذه عندما تذهب إليها لن تخرج إلا الظهر وفيها كذا وفيها كذا ولا بأس بزيارات تمهيدية لها ونشوف إذا فيها حديقة حيوان مثلا صغيرة أو 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 ابني نهيئه لذلك نناقشه في ذلك نأتي إلى القرارات ما الذي يجعل الوالد يرتاح ما الذي يجعل الوالد يرتاح عند القرارات قرارات مستويات هي مستويات خمسة أي قرار في الدنيا لا بد أن يتمل إحدى هذه المستويات الخمسة كل مستوى فيه طرفان الطرف الأول هو متخذ القرار مين هو؟ صاحب القرار مين الذي سيأخذ القرار؟ نعم الطفل مثلا في فردنا جدلات ومن الثاني الذي هو شريك ولكنه لا يتخذ القرار هو يقع عليه القرار طيب المستوى الأول صانع القرار هو أنا هذا المستوى الأول من القرارات في نوع من القرارات صانع القرار ومتخذ القرار هو أنا نعم ابني فقط يستمع لما أقول وينفذ لنقول أن تسعين في الأمية من القرار لي وعشرة له تسعين لي وعشرة له وهذا هذه النوع من القرارات هي القرارات التي فيها مسؤولية قانونية مثل لا أريد أن أذهب إلى المدرسة والله أريد أن أخذ السيارة و أطلع طفل مثلا أو شاب خاربط عشر قمسة عشر قبل السن القانوني أريد أن يأخذ السيارة و يطلع و يتمشى فيها هذا القرار لي أنا تسعين في المئة لي لأن التبعة تقع علي القانونية يعني لو ابني لم يذهب إلى المدرسة تعليم الإنزامي قانون تعليم الإنزامي يسجني أكيد و أريدني السجن نعم كذلك الصلاة مثلا الصلاة أو العبادات أو المحرمات مسؤوليتي أنا الله سبحانه وتقول أنفسكم عليكم أنا ففي قرارات تسعين في المئة لي و عشرة له نعم في نوع ثاني من القرارات و مصيبة الوالدين المشكلة تقع عندما لا يعرف الوالد إلى ما نوع هذا القرار إلى أي إلى أي درجة ينتمي الدرجة الأولى قلنا التسعين أنا و عشرة هو الدرجة الثانية سبعين أنا نعم و ثلاثين هو مثل القضايا التي فيها ميزانيات أو فيها ضوابط و محددات مالية مسؤوليتي أنا مالية أو غيرها مسؤوليتي أنا و دعنا نأخذ مثال دائما نضرب اللي هو السيارة لو ابني يحب مثلا يشتري سيارة نعم و السيارة هذه هو اشتهى سيارة قيمتها مثلا مئة ألف دولار و أنا والله ما عندي لسيارتي إلا يعني خمسة عشر ألف دولار أو عشرين ألف دولار نعم حتى الناس يعرفون تعرف العملة نعم نعم فعندما يجي يضغط علي و يقول لي أصحابي و كذا و كذا و أنا ما معنى أنا ناقص عنهم نقول له أنت إن شاء الله مش ناقص و نحن مش ناقصين و لا شأن لنا بالناس ولكن يا ابني أسمعه وأسمع حواره وأسمع نقاشه وأترك له ثلاثين في الامية مجالا أن يصنع القرار معي أزيد يعني ممكن أن أنت بحبح شوية في نسبة تن بيرس عشر في المية خمسة عشر أخذوا و ردوا و نقاش و لازم يعرف أن هذا القرار يعني سيسبب لي مشكلة نعم عندما أتبع فيه هواك أنت يا ابني زين فاسمع مني فالحوار النوع الثالث من القرار لا يكون خمسين خمسين والله نروح ناكلنا عشوة نسافر لنا سفرة قضاءها قابلة لأن نناقشها النوع الرابع من القرارات لا هو للولد و أنا حتى لو كنت مضايق و زعلان و علي ضغط لا مجوزة تدخل أصلا نعم و هنا تأتي التدريب على المسؤولية أنا علي أن أضغط على نفسي وأشجع أن يتخذ قراره وأعطيه سبعين في المئة المساحة اللي هو يعني يسمح لي فيها أن أناقش طيب وأخذه و أعطيه والنوع الأخير والناس يعني أنتي لازم نكون بين أمثلة بعد شوية لكل نوع من هذا النوع الأخير اللي هو تسعين في المئة له و عشرة لي تصوري الآن بداينا بتسعين أنا و عشرة هو و انتهينا بتسعين هو و عشرة أنا تقولين لي كيف نعلم الوالد على القرارات أقول لك لو عينه ما هو طبيعة القرار سأقول لك أحيانا كثير من الأمهات تقول ابني عاندني طيب عاندك ليه لأنه كذا 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 أقول لك هذا ليس حقك هو الحق معه و ليس معك لأن هذه مساحته هذه مساحته أنتي دخلتي أنتي دخلتي على مساحته الناس ليس واعية و أين قراري و أين قراره تلقاها أو تلقى الوالد يفرطه نعم فيما هو له زين و تلقى يتشدد و يتدخل و يتطفل على قرارات ابن على قرارات ابنه التي تخصه فبالتالي يفسد عملية المسؤولية نعم نحن الآن دكتور سوف نذهب إلى فاصل لكن قبل الفاصل أريد أن أترح على حضرتك السؤال ثم نعود مناقشة هذه الجزئية عندما نوفر اختيارات أو بدائل للاختيارات أمام الطفل هل هذا يساعد في اتخاذ القرار؟ بعد الفاصل إن شاء الله مشاهدين ابقوا معنا بعد الفاصل نتواصل بإذن الله أهلا بحضرتكم من جديد مشاهدين كرامي لهذه الحلقة من موسوعة الأسرة نتناول فيها موضوع اتخاذ القرار وتنمية صناعة القرارات لدى أطفالنا الصغار من أين تبدأ و كيف ننميها و ما هي المهارات التي يجب أن نركز عليها حتى نساعدهم على اتخاذ القرارات وبالتالي نصنع جيلا مسؤولا عن نفسه و عن قراراته قبل الفاصل كنا نسألنا دكتور هل عندما نوفر اختيارات أو معينة أمام الطفل وبداء الاختيارات لاتخاذ القرار؟ كأن يأخذ قرار معينة حتى في أبسط الأمور قرار لبس مثلا أنه يريد أن يلبس لبسة معينة فممكن أن نعطيه لبستين هو يختار بينهم مثلا أو مثلا التوقيت المناسب للمذاكرة ممكن أن نعطيه توقيتين هو يختار بين توقيت هل الاختيار البدائل نساعده فيه على اتخاذ القرار أم غير منصور يعتمد هذا مرة ثانية على السن يعني الآن يأتي السن أن هناك طفل تحتاج أن تعطيه اختيار من متعدد يعني تعطيه تعدد له تقول أختار من هذا من هذه الملابس المتعددة اختروا مثلا طعام الغداء من هذه الاختيارات التي سنطبقه بكرة مثلا أعملكم كذا أو أعملكم كذا كلها تكون بدائل لها نفس القيمة الغذائية طيب الاختيار المتعدد هو أبسط وسائل التدريب على اتخاذ القرار طيب لو فرضا طلب أن يضاف لهذا المتعدد يعني اختيارا جديدا ما في مانع ما في مانع يعني أنا عربت علي أربع خمس ملابس وقال لي لا أريد هذا هذا أضيفه وكان هذا يعني مشخلع شوية يعني مش مشخلع عفوان مهلهل يعني غير مناسب من وجهة نظرك نحن من وجهة نظرك غير مناسب أنا بيودي هنا الأم أنها شوية بس تفتح منافذها والأبي يفتح منافذه شوية علشان يشوف أنه يا أخي أنت لما تجي لهذا الأبن وتقول له لك ذلك تعرف أنت تكسب ولاء تعرف أنت تشعر باحترامه وتشعر أنك شخص محترم وتحترم وتبجل وتقدره هذا مرة ثانية لو تطلبه أي شيء كما تنازلت له سوف يتنازل حبا وكرامة سيطيعك يحترمك في المستقبل يحترم قراراتك نعم لأنك لما تجي وتفرض عليه تقول لا والله هي هم الأربعة دون هذا وقبل بحد الأحد الأربعة طيب لكن إذا عينه على واحد هو مشتهيه وتنطبق عليه شروط لكن أنت وجهة نظرك أن هذا قديم بتاع العام الماضي أعتقد أن ينطبق ذلك أذعاً مصروف الجيب دكتورة ليس كذلك؟ مصروف الجيب له ميزانيات وكيف يصرف مصروف الجيب عندما يعد طفل يصبح صبياً مميزاً سيقول لك زيدني ستقول له ليه أقنعني يا بني أقنعني سيقول لك أنا كل يوم مثلاً لازم نروح نشتري وجبة سريعة تقول له ليش كل يوم؟ معنا الحمد لله بنطبخ لا اختار لك يوم في الأسبوع لوجبة سريعة يومين بالكثير لوجبة سريعة أنت يومين كثير دكتور؟ مثلاً لأنه باعتبار الويكند غير صحي الويكند يعني يطلعوا مع صحابهم طيب يطلعوا مع صحابهم هم يطلعوا ليلة مثلاً يطلعوا ثاني يوم المساء العصر فهنا هنا تعلم ابنك واحد يقول لي كيف يعني أنا أعلم أولادنا عن ميزانيات يقول لي أيش يعني ميزانيات أبتي أنا أذكره ونحن ندرب على الميزانيات ندرب الأولاد أول ما قلت لهم يا الله عمل ميزانيات قال لي أيش يعمل قل لي كل حاجة وكم قيمتها وكم تحتاجها في الأسبوع وبعدين إجمع وبعدين نحط عليها 10% يعني نسبة علشان تكون في السليم نعم طلع رقم مايين وليكن 100 دولار لا أقل طبعاً وفي السنان الصغيرة في الافتدائي أقل من ذلك أقل أقل يعني في الأسبوع على أساس في الشهر في الشهر أقل من 375 درهم في الشهر بالنسبة للطفل في هذا العصر نسبية المساء نسبية مكلفين صاروا نسبية نسبية هي نسبية لا 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 مكلفين هما عندما تجي أنت تقنن أنه يحتاج مثلا في المدرسة يحتاج إلى وجبة أنا لا أعلم في اليوم كله غير وجبة المدرسة والباقي سيكون بعد الظهر أنت تجيب له عصاير تجيب له أشياء تجيب له أشياء بالجملة بالهولسل وتحطها في الثلاجة وتقنن أيضا صرفها وليس يفتح ويشرب على كيفه انضباط وأخطر ما في عملية اتخاذ القرار هو أن يعرف الطفل أن هناك لهذا الشارع رصيفان ولهذا النهر ضفتان وأن بينهما تجري الأحداث لا يصح ينداح ويقعد يطغل فعندما نحط الميزانية نقوله تصرف أنا يعني البداية البدايات ممكن تكون ميزانية أسبوعية البداية تقصد في الابتدائي في المتوسط تصبح شهرية نعم ما يعني شهرية يعني لو أعطيت المبلغ أنا سأستهلكه بيوم يومين ثلاثة لأنه لا يعرف قيمة الفلوس أنا أحذر وأنبه أقول له ابني ترى هذا المبلغ الذي لديك سيكفيك شهر إن أنهيته في يوم ستصبر شهر وإذا كنت حكيما سيكفيك الشهر كله عادة صدقني سينصرف أول يومين ثلاثة أول أسبوع وسيأتي خالي حافي حافي ما عنده سلامات ويحاول أن يستجدي مرة أخرى أنا المصروف أقول أن من يريد أن يدرب ابنه على اتخاذ القرار عليه أن يستمتع يستمتع بحلحظات الألم التي عيشها ابنه متعة أيوه والله متعة فرح داخلي ما يظهر على وجهي ما استهزئ به لا 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 بالعكس على وجهي يظهر الهم وعدم اللوم والله يا ابني إحنا اتفقنا وأنا والله آسف أنا حزين أنا آسف وغير ما سمح لك أنك تستلف من أحد وإذا ما عندك فلوس واجلس في البيت حتى يعني ينقض الشهر لأنك قد تحرج أمام أصدقائك هذا الألم الشديد الذي يعيشه الصغير هو النضج الذي يعيشه المسؤولية لأنه سيعرف في المرة الجاية ما يقول سيقول لك لا والدي جادان الوالدان جادان فإذا أنا لازم أقنن طيب ما أعرف أقنن ماما تخلي عندك المبلغ والذكريني ما عندي مانع ذكره بابا ما عندي مانع ذكره نقول ماما لأنها هي الأقل في المراحل الأولى خاصة نعم فيبدأ يبدأ نعين على الضبط إنما القضية المهمة عندي هنا أن أريدك أن تستمتع عندما ابنك يخطئ لأنه لا يعلمه دقة التصويب إلى التجارب والخطأ إلا الخرطوش الفاضي الخرطوش الذي ضربه ما أصاب نعم يعني العيار الذي لا يصيب يجعله أكثر دقة الخطأ ليس فشلا بل الخطأ دليل التدريب ودليل دقة التصويب للمرة الجاية يعني حافزوا على دقة التصويب للمرة القادمة لو أننا سمحنا لأولادنا أن يتألمون سمحنا أرجوكم اسمحوا لأبنائكم أن يتألموا ونذكر بقول الإمام علي كرم على وجه أشفقوا على أبنائكم من إشفاقكم عليهم يعني الإمام علي ما يقول لنا يقول يا ناس دعوا أولادكم يتألموا يتعيشوا كدح الحياة وألم الحياة لأن الله ذكر كلمة كدح وذكر ألم نعم قال يا أيها الإنسان سبحانه وتعالى جل وعلا قال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا كدحا فملاقي وقال جل وعلا إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون فالكدح والألم سنة الحياة أنت بدك الآن تغش ابنك وتوخروا عن سنة الحياة يعني تغلف له حقائق الحياة التي طبيعتها فيها مرورة طبيعتها فيها ألم بأغلفة مزيفة من السكر ومن التوفي ومن الكذا بحيث أنه كل شيء متاح لو خرج إلى الآن كثير من الأولاد يعيش عيشة منعمة منغنغ جولدن سبون فد يعني ملعقة ذهبية حتى يصل إلى الجامعة صادقوني في الجامعة تعرفش يصير فيه يبدأ يصير فيه اشتباه قرحة في المعيدة قولون اكتئاب ليش لأنه فجأة يعني هذا الجلد الهش الجلد الهش اللي كان في بطن الحوت واللي كان متآكل لأنه مش معرض مش معرض للعوارض وللأنواء وللأجواء نعم رحنا فجأة رميناه إلى هذا الواقع الشلس نعم أنت تعرفي أنه شو يعملون الأولاد في بعض عفاريت إذا جو شافه واحد ابن أمه كذا أو لا من النوع الرخ وهذا يبدو يشتغلون عليه بولينج يشتغلوا عليه استهزاء يشتغلوا عليه تحطيم فهذا اللي يجيب لها مشاكل نفسية أنت خايف على ابنك أو قعته في خطر أعظم نعم أو قعته في خطر أعظم لأنك حميته من أن يتألم وأن يطور هذه الطبقة اللي تخليه أكثر صلادة وأكثر مقاومة على إثر الألم دكتور وجعل أبنائنا يتحملون الألم يعني تحدث مشاكل داخل الأسرة يعني لا شك سواء كانت مشاكل بين زوجة وزوجة أو مشاكل بصفة عامة تطرأ على الأسرة نتيجة ظروف خارجية هل عندما تحث الأسرة على ابنها على المشاركة في تلك المشاكل ومشاركة في اتخاذ قرار لتلك المشاكل هل هذا يساعده في اتخاذ القرار وبالتالي إشعاره بأهمية تحمل مسؤولية في الأسرة من وجهة نظراتك هذا يعني هذا ليس يعني تدريبا كذر قدمه أمر حقيقي يعني 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 اليافعين فيها من الأفكار النظيفة والخروج على المألوفات والابتكار ما ليس عندنا يعني إحنا مع الوقت نفقد قدرتنا على الإفداع وقدرتنا على النر الجديد هم أقرب إلى عالم الإفداع وإلى عالم الرؤى يعني أنا حكيت يمكن لكم الحكاية هذه مشكلات كبيرة يحلها أطفال مشكلات كبيرة يحلها أطفال لأنهم يفكروا بالطريقة يعني نظيفة شوي أبعد منها فأنا يعني بعض مشكلات البيت يجب أن يشترك فيها الأولاد مثال مثال صرف زايد للمية وارتفعت فاتورة المية أو الكهرباء العنف السهر المشاهدة غير الرشيدة لبعض برامج التلفزيون يعني ضياع الوقت مثلا اتلاف بعض الأشياء في البيت زعل كثرة زي ما قلنا الزعل بين الإخوة وقص على ذلك هذا يجب أن تناقش في المجلس الدوري هناك مجلس يعني الأسرة الرشيدة تخلي عندها جلسة أسبوعية ربما أكثر إذا مسائية يحصل إلى مرتين في الأسبوع يعني الهدف منها أو مشكلة مادية طارئة طرأت على الأسرة مثلا نعم أو مشكلة مادية طارئة طرأت على الأسرة طارئة أحيانا أحيانا كارثة بروض أحيانا كارثة أحد الأعزاء توفي لقدر الله لا يمكن لأسرة لم يعني تدخل أفرادها جميعا في همومها بدرجات ومستويات إنما أنت أنا الأب المسكين هذا الذي متصور نفسه أنه هو حامل الهموم وأنه مطلوب منه يريح الجميع ومطلوب منه أن يشقى ويحمل الدنيا على ظهره ودون أن يشرك غيره في قراره تصور الأولاد كبار وعندهم سيارات يسوقوا والأب ممكن تعطل سيارته فيروح تأخذ تاكسي طيب ليش والله مش عايز أصحيهم قلب الأب مش عايز أصحي الظهر حتى ما يوديني مش عايز والله أطلب منهم مش عايز أطلب منهم تصوروا أن الأولاد سيبادلون هذا الأب الذي يشفق عليهم ويبتعد عن تحميله المسؤولية بكل نكران وإن لا يدخل صحيح دور العجزة إلا هذا النوع من الآباء والأمة صحيح ولا يكرم ويجعل المكان العلي إلا من جاء وقال لابن ابني حبيبي ترى أنا أحتاج في الوقت الفلاني إذا عايز ترتاح ارتاح الآن الساعة أربع العصر عايزك توديني أو تروح تجيبه السيارة أو تروح تجيبه الموضوع الفلاني أو تروح تقطون المشوار الفلاني صحيح شوف لما؟ لأن هذا الأب احترم نفسه وعرف قدره وعرف أنه أن له نصيب في طاقة ابنه ووقت ابنه الله سبحانه يقول عن إسماعيل فلما بلغ معه السعي بلغ معه السعي يعني أصبح لزاما عليه أن يسعى مع أبيه طيب نعم فهنا هنا مرة ثانية أحيانا الأب بداعي الرحمة وبداعي الأمانة يحرم أولاده من أن يشتركوا في قرارات أو يشتركوا في مهام فينشأوا فاسدين فينشأوا ضعاف وهذا يسمى اليوم أصبحت سمى عندنا أن الولد تتأخر المسؤوليات في حياته إلى أن يتخرج من الجامعة ليس مطلوب من شيء يعني ضيفي لذلك أو قصة لذلك دكتور بأن مجالسة الكبار بالنسبة لفترة معينة أو مرحلة معينة سنية أو عمرية لدى الطفل لها دور أيضا أعتقد في تنبيت صراعة القرار هي النمذجة هي أخطر ما في الموضوع النمذجة يعني لما يرى الولد أن أباه يتحمل مسؤولية وأن أمه تتحمل مسؤولية وإذا كان لأخوة كبار أن الكل يعني الأباء هوان حازمان وجاددان في تحميل كل مسؤوليته خلاص هذا ما يحتاج محاضرات ولا يحتاج دروس خلاص رأى هو فتح حينها شاف النموذج الحي أمامه يحاكي فهي النمذجة أكيد نمذجة وعملية التطبيع الاجتماعي الأولاد يتشربون النماذج البشرية التي أمامهم يتشربونها نعم طيب عندما نوضح للأبناء أهمية تدارك عواقب معينة نتيجة ليش اتخاذ القرارات معينة هل هنا تنبيهنا لهم سوف ينقص من قيمة أو لا أريد أن أقول قيمة لكن ينقص من قدرته على تحمل القرار أم هذا يعني يفترض أن يكون النصح والإرشاد ومتابع وإلى آخره فيه حاجة اسمها تبيين العواقب أو فيه حاجة اسمها سوء الظن ويعني التوقعات السلبية نعم يعني واحد يأتي يقول لابنه اسمع أنا أفهم أنك أنت هتعمل هالغلطة وصدقني إن عملتها هتعملك كذا وكذا وكذا فهذه توقعات سلبية وسوء الظن وشيء محبط ولكن أب آخر يقول يا أولاد ترحنا اتفقنا على أن إن شاء الله أنتم تلعبوا سواء نحن نخرج أنا ومكم ستلعبوا سواء كذا وكذا وكذا وأنا متوقع أجي ألقى الصالة مرتبة وألقاكم إن شاء الله كذا وكذا نتكلم عن القضايا الإيجابية نعم زين وأرجو أرجو أني ما أجد شيئا مخالفا لأنه تعرفوا في عواقب وخيمة نعرفها جميعا تمام جميل وأنا أثق فيكم وأثق كذا يذهب لو جاء وجد شيئا من المخالفات قد وقع فعن عليه تحمل مسؤولية مواقب عليه أن يعني يوقع العواقب يعني شو فيه عواقب وفيه قلنا توقعات سلبية توقعات سلبية نحن ما نحبها العواقب زي مثلا ولد عندي كرر نفس السلوك أجي أعمل معه عقد عقد وأنا أوقع العقود نحن نوقع العقود مع أبنائنا في الابتداء نوقع العقود مع أبنائنا أخلي وقع من يكتب أخلي وقع أنا أوقعت أوقع مع ثالث الابتدائي حتى يكون فقد الأهلية يعني يضرب عندنا أولاد يضرب 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 لا يعتدي بالضرب لأنه يضرب في البيت في المدرسة كان يضرب فجبت قلت أنت تضرب يا ابني وحذرناك بكى قلت لليش تبكي؟ قال أنا ما أكررها قلت للا أنت قلت المرة الماضية لا أكررها فجبنا نتفق أنا مصدقك أنك لا تكررها لكن أبيك تكتب إقرار على نفسك بالعربي والإنجليزي لغتين لأنه كانت المس بالإنجليزي والعربي لنا نعم فتكتب إقرارا أنه لو حصل شيئا من هذا نتفق ما رأيك؟ ما نفعل لك؟ وفق قال طبعا أبوه إذا دار يضربه فاتفقت أنا وياه لأنه لن أخبر أبيك في المرة في هاتم هالحالثة نرحوله لكن في الكنتراكتح أول من سيبلغ أبوك ثم كذا فعنا ديت الأب وقلت له أنه ضرب ابنك ضربك لابنك نتج عنا أن أولدك بدأ بسبب هالنموذج الإنساني قام يحل مشكلاتها بالضرب لأنه يرى أن أبو يحل مشكلاتها بالضرب فكتبنا العقد ووقعه قال لي كيف هو وقعه قلت لك تب اسمك في شخط وسوينا صورته حطيت واحدة عندي واحدة عندي جاءتني الناظرة تقول لي عنده وفي الصف؟ ها؟ قالت للناظرة إيش عملت إيش عملت أنت في الولد وقف توقف السلوك قلت لأ أبدا العواقب أوقفت السلوك العواقب أمور هو اتفقت أنا ويا عليها فالعواقب طيبة التوقعات السلبية التوقعات السلبية إنما أقول له أنا أعرفك أنت كذا وأنت كذا والمرة الجاية هتضرب وإيش ما كسبنا شيء العواقب لا أرتب على ما أعرفه من سيرته هناك أمور أنا ويأنا نتفق عليها ونخليها بمثابة الضغط عليه في العقاب العقاب إيش؟ يجوز بين الأب والإبن أو الأم والإبن يكون هذا نوع من العقود هذا الكلام تبقى على أولاد سوف تحترم ها؟ سوف تحترم إذا احترم الوالدان نفسيهما ويحترم قراراتهما أطفل كثيرا تمرد على والديك دعوه يحاول هو يحاول دائما يحاول ويجب أن يطبق ما هو موجود في العقل يطبق ما هو موجود في العقل من يحاول أن يحاول هذه النفس الأمارة بالسوء العقاب دكتور العقاب هذا تدخل صناعي أنا عن نفسي أقلل من شأنه كثيرا أنا أقلل من شأنه حقيقة لا أحب العقاب أن يكون نمارس هنا لأن العواقب أجدى لأن العواقب ساهم فيها الطفل العواقب ساهم فيها الطفل أما العقاب فهو عادة مصحوب انفعال ويفسده الانفعال وما يتعلم الولد شيء من العقاب كثيرا بالعكس يعني قد يفهم أن العقاب هذا حقد من الوالدين حقد عليه لأنه لأنه انفجر فيه وليس من العدالة يعني أنه عقب بنائنا بالموجب الأفعال وليس بالموجب الانفعال ما هو العقاب عادة مصحوب انفعال في العالة عادة إذا لم يكن مصحوب بانفعال معناها قد تم الحوار بشأنه وصار عواقب لكن عادة انفعال الآني تنصح بذلك أو لا دكتور أنا لا أنصح بالعقاب الآني الذي بدون سابق انذار لأنه فيه فشغل فيه فشغل يعني فيه تفريغ لشحن انفعالي في الصغير هذا هذا ما رح يعلم شيء بالعكس رح يعلم أنه 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 الكبار لهم الحق في أن يجانبوا العدالة وأن يتعسفوا باستخدام السلطة والقانون وأن الصغار عليهم أن يتحملوا وينتظر عادة لما يصير هو كبير بعدين حيما رسالة بينما العواقب فيها عدالة فيها نقاش فيها حوار فيها قرار يا بدائل يعني عندنا في كرسي الاختيار انطبغة في الحضانة من سنتين سنة ونص سنتين في كرسي مميز في الصف هذا الكرسي يعني نقوله نقوله الولد وهذا بالمناسبة بفضل الله يعني هذا الله وفقنا له نشرح للأولاد أنه على حيات حيوانات أنه الحيوان لما طق هذا قلنا له اجلس هنا وسنقوم وجلس إلى أن جاء واعتذر قبل صديقة وسامحها فنزل فقل لي اجلس على الكرسي ما يحدثه أحد يأكل ومثلا لو عنده حاجة مثلا يقضى حاجتين نظفونه مثلا بعضهم بالديابرس بحفاظات ينظفوه كذا إنها محدة كلمة ويقال له فكر أنت إيش عملت وإيش ممكن تعمل يعرف أنه لازم يقبل لازم يصلح ويسلم كل شيء حتى لو كان دخلت مرة على حفيدي وكان على كرسي الاختيار كان عمره سنتي أو أقل من سنتي فقال لي بابا في الحظة عندي فقال لي بابا فقالت لي الأبلاء أنا شفت أنا على الكرسي قلت له لا فنظر نزل عينها قلت له حبيبي أنت تعرف ما تسوي فنزل وقبل الطفل كان ضارب طفل قبل الطفل ولمه فقالت الأبلاء الآن لماذا هو جالس؟ هو جالس لأنه كان رافض يعتذر هم يعرف طفل صغير سنة ونص سنتين يعني يعني الطفل أبو سنة ونص سنتين هم ستي قاسوا وعقل الطفل هذا في كتاب اسمه The first toddler in the block خش كتاب أنصح بقراءتي يعني أفضل حظين في الحارة والكتاب يعني بست سيلر فش يقول المؤلف بدأ يقارن بين عمار الأطفال الصغار وعمار الشامبانزي نعم تعرفين أن أبو سنتين طفل اللي عمره سنتين عمره عمر شامبانزي أدلت عقله والشامبانزي هو أذكي الحيوانات يعني هذا هو مقارنة فسيولوجية جل الله عز وجل و تعالى خلقه أن يقارن لأن الله عز وجل خلق كل شيء بقدر لكن لما جاي قارنه هو رجل يعني عنده في علم العصاب وعنده في علم لما جاي قارن وجد أنه طفل أبو سنتين كأنه شامبانزي بالغ فكيف ما يفهم يفهم كل حاجة بس ساعات تنح يعني يعني مش عايز يعان لما تقولي لا اسمع الأختيار أمامك اجلت على الكرسي إما أنك إما أنك جلست وقطعت حتى جد وإذا جدك ما يكلمك أو أنك سوت الخطوة الأيسر وهي أنك اعتذرت ونعلمه ما يقول يعني تقول للأبلاق شوف حبيبي تقعد هنا أو تعمل كذا بعضهم على طول يقولك لا أنا ما أحب الكرسي هذا ما تطلبون مني يقولنا لا نطلب منك أنت مطلوب منك تعتذر يعني أنت لازم تعتذر من الناسك المضحك في الموضوع أنه لما يأتي أولياء الأمور بالصيف يأتي أولياء الأمور بالصيف بعد أن يأتي الصيف يكونوا يسافروا إلى الدنيا وراجعوا فيدخلوا أولادهم عاد الحظانة كلاس ما للتخرج كثير من أولياء الأمور يقولوا أن أبني كان إذا فعل مثلا أمرا مخالفا للقانون يقول لأمه يروح يسحب كرسي ويجلس يقول ماما أنا الآن جالس على الكرسي لاختيار يعني عطيني فرصة يعني أنا الآن لا تعاقبيني عطيني فرصة أن أصلح تعلم الولد أنه يعطوني اختيار أن أنا أختار أنا وقعت في هذا الفعل بسوء تصرفي بس أعطني فرصة حتى أصلح وأعتذر لا تعجل بالضرب دعني أفكر شوية أعطني فرصة أني أفعل ما شئت ولكن لا تعجل بالضرب أو بالعقاب لا تعجل بالضرب فأنت تصرف وحدة تصرف مرة يعني خيار العقاب جميل أنه يعطى للطفل أنت أختار كيف هو عقبك أنت أختار كيف ما هو المخرج أنت الآن أوقعت نفسك في مأزق نعم والمخارج عندك معروفة أحدها أن أوقع عليك ما اتفقنا عليه الثاني أن تقوم بالاعتذار والإصلاح الثالث أن تتأمل وبعدين تأتي مثلا وتعطي نفسك فترة ترتياح وتختار واحد من الأثنين ترى هذه الفترة للتأمل الذي يسمونه تايم آوت ترى أنه في الغرب يقول أعطي نفسك أعطي نفسك أعطي نفسك أعطي نفسك أعطي نفسك لكي أختار هذه الحظانة يطبقها باب أول الابتدائي في ركن تايم آوت في الابتدائي في الابتدائي يقول لهم ليس كالحيطة و الفارج لكنهم لا يعرف لماذا يعتبر أنها إهانة لكن عندما نقول لها اسمع ابني روح فكر ما عملت؟ آخر صف روح فكر لا في مكانك فكر واكتب لي أكتب ستي عندما نجي ونفرق شحلاتنا السلبية بكل تعسف في أولادنا نفسد قابليتهم لاتخاذ القرار عندما نجي ونقول لها ابني روح أنت فكر وارجع لي بما حصل وعطني بدائل وشوف لي كيف سنخرج من هالمأزق أنت ستخرج من هالمأزق اللي أوقعت نفسك فيه هو سيأتي لك وقد تعلم وقد عاش الضغط وربما بكى براحته ويقول لك والله أنا ممكن أصلح بالشكل هذا إذا كان كسر شيء أدفع المبلغ هذا وأعتذر لكم وأكتب رسالة وأمور كثيرة عندما نمسك انفعالنا لا يتسرب لا ينفلت ونجعله يفكر في البدائل هو الله خلقه وهو مؤهل لأن يتخذ قراراً بهذه النصيحة نختم الحلقة شكراً لك دكتور إبراهيم الخليفي وإن شاء الله لنا لقاية تجدد الأسبوع المقبل مع حلقة جديدة من حلقة موسوعة أسر شكراً جزيلاً لك مشاهدينا لقاية تجدد إن شاء الله الأسبوع المقبل مع حلقة جديدة من موسوعة الأسرة إلى ذلك الحين لكم مني من أسرة البرنامج أجمل تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكراً لكم